المحصلة أن هناك غضب شعبي كبير على محمد صلاح أن هناك غضب شعبي كبير على بعض اللاعبين بالأسماء ولكن طبعاً محمد صلاح هو اللي واخد كل الغضب حتى هناك مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي أن محمد ما يفعش يبقى كابتن الفريق خلال الفترة اللي جاية طبعاً أنا بأعذر كل الناس على هذا الكلام الناس من حقها أن هي تنفس عن غضبها وتقول اللي هي عايزها وتقول أن محمد ده طبيعي جداً بعد نتيجة حلم حلم وكان قدام إيدينا وجاين نمسكه لأن نفسنا بنمسك حاجة فاضية وراح حلمه وراح كنا يعني أنا واحد من الناس كنت قاعد بفكر في آخر قبل ركلات الترجيح بفكر ممكن نعمل إيه الفترة اللي جاية علشان نواكب المنتخب ونبقى يعني لو ربنا كان كرمنا وكن نكسبنا والله كان عندي أمل كبير جداً في أن احنا نصعد إلى كأس العالم معرفش ليه لأنه مجموعة اللاعبين اللي موجودين تعبوا جامد جداً جداً ويستحقوا التحية ويستحقوا الاحترام ويستحقوا كل شيء الحقيقة يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين أنا هنا بتكلم عن بلدي عن منتخب مصر مش بتكلم عن أفراد موجودين في المنتخب ولكن أنا بتكلم على منتخب مصر كارلوس كيروش الحقيقة بدأ المباراة بشكل غريب جداً يعني رامي ربيعة أنت بتظلم رامي ربيعة أنت جايب رامي ربيعة من بقاله كتير ملعبش في المباراة وبتلعبه مباراة زي دي أنا وجهة نظري طبعاً كان بداية التشكيل كان خطأ أنت تلعب بعمر مرموش بدون مصطفى محمد كانت بداية غلط حتقول يا عم إسلام أنت كنت بتقول العكس أيوة كنت بقول العكس لأنه ما قبل المباراة شيء وما بعد المباراة شيء آخر هذه هي كرة القدم وهذا هو التحليل في كرة القدم بالمناسبة